سواريخ تسعة قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي هذا ما نشرته وكالات الأنباء الإيرانية بعد هجوم شهر أبريل الماضي بسواريخ باليستية من طهران على إسرائيل واستخدمتها إيران مرة أخرى في هجومها الأخير على إسرائيل فما أبرز هذه السواريخ وما مداها؟ ساروخ سومار هو ساروخ من طراز كروز يستخدم لمهاجمة أهداف أرضية ويطلق هذا الساروخ من الأرض وهو نسخة محدثة من ساروخ رسي كي أتش خمسة وخمسين أعلنت إيران أن مداه يصل إلى ثلاثة ألاف كيلومتر ما يعني وصوله للداخل الإسرائيلي لكن بشرط امتلاك خزانات وقود كبيرة ساروخ قادر واحد فهو ساروخ محدث من سواريخ شهاب ثلاثة البلستي بمدى متوسط يصل إلى ألف وتسعمائة وخمسين كيلومتر ويقدر طوله بستة عشر فاصل ستة متر ويمكنه حملة رأس حربي بوزن ثمانمائة كيلو جرام أما ساروخ عماد فهو تقول للولايات المتحدة إنه قادر على حمل رؤوس نووية لكن إيران تنفي ويبلغ مدى هذا الساروخ ألف وسبعمائة كيلومتر ويستطيع حمل رأس حربي بوزن سبعمائة وخمسين كيلو جرام ويبلغ طوله ستة عشر فاصل خمسة متر تقريباً كذلك استخدمت إيران ساروخين فتاح واحد وفتاح اثنين فساروخ فتاح واحد هو أول ساروخ باليستي فرط صوتي إيراني بمدى يصل إلى ألف واربعمائة كيلومتر وتتراوح سرعته بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ضعف سرعة الصوت وتزعم إيران أنه قادر على اختراق أي منظومة دفاعية في العالم في إشارة إلى القبة الحاددية الإسرائيلية أما فتاح اثنان هو كذلك ساروخ فرط صوتي ولكن إيران بحسب وسائل إعلامها استخدمته لتدمير منظومتي آروا اثنين وآروا ثلاثة الإسرائيلية للدفاع الصاروخي ويصل مدى هذا الصاروخ لنحو ألف وخمسمائة كيلومتر ويستطيع حمل رأس حربي بوزن أربعمائة وخمسين كيلو جرام ليصل وزنه عند الإطلاق إلى اثني عشر طنا أما صاروخ سجيل فهو صاروخ باليستي إيراني الصنع طور بواسطة الصين ويعمل بالوقود الصلب ما يجعل من الصعب توجيهه والتحكم فيه ويمكن له إيصال حمولة تبلغ سبعمائة كيلو جرام بمدى ألف كيلومتر أما الوزن فيصل وزنه عند الإطلاق يقدر بثلاثة وعشرين ألف وستمائة كيلو جرام صاروخ شهاب ثلاثة كان أول صاروخ باليستي متوسط المدى يستطيع الوصول إلى إسرائيل ويعمل بالوقود السائل بمدى نحو ألف وثلاثمائة كيلو متر بوزن عند الإطلاق يصل إلى سبعة عشر ألف واربعمائة وعشرة كيلو جرامات كما يستطيع هذا الصاروخ حمل رأس نووي أو رأس تقليدي عادي هجوما كبيران بعدد كبير من الصوريخ البلستية ذات القدرات العالية قامت بها إيران لتفتح بها بابا من التساؤلات حول ميزان القوى الحقيقي مع إسرائيل ومدى الضرر الذي تستطيع إيران تكبيده لإسرائيل في عقر دارها